ومن تقلبات السياسة إلى تقلبات المناخ وموجة الحر التي تشتاح العالم معك أحمد فعلا رولا بداية متوهجة انطلق بها صيف هذا العام حيث تشهد عدة مناطق من المعمورة موجات حر شديدة شملت أوروبا مرورا بدول شمال أفريقيا وحتى الصين وصولا إلى الولايات المتحدة ما يدل على تفاقم الوضع المناخي بسبب الاحتباس الحراري ومخلفاته هذا غير بعيد عن صيف العام الماضي التواجه إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا وبولندا موجة حر شديد يتوقع أن تصل درجة الحرارة إلى 48 درجات في جزيرتي السقلية وسردينيا خلال الأيام القليلة المقبلة قد تكون درجات الحرارة هذه هي الأعلى التي تسجل في أوروبا بحسب وكالة الفضاء الأوروبية يذكر أن درجات الحرارة المرتفعة تسببت وحدها في أوروبا في وفاة أكثر من 60 ألف شخص خلال الصيف الماضي كما يتوقع ترتفاع قياسي لدرجات الحرارة في العديد من دول جنوبية القارة خلال الأسبوع المقبل كما تشهد اليونان موجة حر شديد جعلت وزيرة الثقافة تعلن إغلاق معلم الأكروفالس الشهير في العاصمة ياثنى اليوم وعلى الأرجح غدا أيضا تأثر منطقة شمال أفريقيا أيضا بالحر ففي المغرب الذي يشهد موجات قيض متكررة مذ مطلع الصيف أصدر إنذار أحمر بشأن الحر في عدة أقل الصين كذلك من المناطق المتأثرة بهذه الموجات الحرارية بينها العاصمة بكين قد أعلنت إحدى أبرز شركات الكهرباء في البلاد أنها سجلت قبل أيام مستوى قياسي في توليد الكهرباء اليومية بسبب زيادة الطلب المرتبط لارتفاع درجات الحرارة إلى ذلك تشمل الإنذارات المحذرة من موجات الحر أكثر من 100 مليون أمريكي بحسب موقع حكومي لتتبع درجات الحرارة توقع تسجيل ولايات تكساس وأريزونا ونيفادا وكاليفورنيا درجات حرارة قياسية وخطيرة بحسب مصلحة الأرصاد الجوية الأمريكية دون أن ننسى الحرائق الأخيرة التي شادتها كندا ولا يزال 500 حريق خارج السيطرة بما في ذلك ما تسبب في تلوث قوي للهواء في شمال شرق الولايات المتحدة خلال يونيو الماضي على الصعيد العالمي كان الشهر المنصرم الأشد حرارة على الإطلاق بحسب وكالة كابراناكاس الأوروبية ووكالتين أسا وأنواء الأمريكيتين كذلك كان الأسبوع الأول من هذا الشهر الأشد حرارة بحسب بيانات أولية من المنظمة العالمية للأرصاد الجوية للمزيد من القراءة في هذه الأرقام وما فيها ينضم إلينا دكتور بدوي روبان مستشار الأمم المتحدة لأثار تغيير المناخ والكوارث الطبيعية أهلا ومرحبا بك معنا دكتور هذه التحذيرات تتحول الآن إلى تأثير اقتصادي واضح على السياحة في مناطق مختلفة إلى أي مدى تتوقع أن يغير ذلك استجابة الدول؟ إن بعض الدول كانت قد توقعت منذ الربيع الماضي بأن يكون هذا الصيف في معظم الدول صيفا استثنائيا لنذكر أن على سبيل المثال بدأت الحرائق وارتفاع الحرارة وموجات الحر في كندا منذ أوائل شهر يونيو الماضي وامتدت أيضا الحرائق ودخان الحرائق وصل إلى مدينة نيويورك بسبب هذه الحرائق كذلك سيبيريا وصلت الحرارة فيها في الشهر الماضي إلى 45 درجة وفي إيران وصلت إلى 54 درجة إذن هذه الموجات الحر ليست كثيرا مفاجئة ولكن أتت لكي تجعل الدول مدركة على أنها يجب من الآن وصاعدا أن يكون عندها استعداد وجهوزية أكثر وإن هذه الموجات الحر ربما سوف تدوم معنا بعض الأيام في الشرق الأوسط في شمال أفريقيا وهنا أيضا في أوروبا كذلك في الصين إن تغير المناخ والاحتباس الحراري الذي هو يغير المناخ منذ عكود منذ سنوات هذا أصبح حتمية واكعة ونضيف إلى ذلك هذا الموسم نضيف إلى ذلك أن ظاهرة النينيو التي هي ظاهرة طبيعية بدأت الأسبوع الماضي وهذه الظاهرة الطبيعية سوف تدوم لمدة سنة أو سنتين وتبلغ زروتها في أواخر هذا العام في ديسمبر إذن كل هذه التزامنات تجعلنا طبعا نشعر أن ربما في بعض الدول ليس هناك إدراك كافي ليس هناك إجراءات على الأرض لحماية المسنين من موجات الحر والضعفاء أيضا لحماية البلدات والمدن من عواصف من فيضانات إذن التقلبات المناخية الآن هي واقعة حتمية وسوف تدوم معنا لكن دكتور حتى بعض الدول التي لديها هذا الإدراك تكتفي بالتحذير وكأنها ليست هي الملوثة وحديثنا عن الدول الغربية التي تتهم بأنها الملوث الأكبر تكتفي بإطلاق تحذيرات هل ما تقوم به يوازي ما تؤثر به في المناخ بالطبع إن المواطنين في الدول الأوروبية سوف يتأثرون بهذه التبعات لتغير المناخ والمظاهر المناخية المتطرفة كما أشرت هناك بعض الجهوزية ولكن ليس على المستوى الكافي ليس على مستوى الطموحات التي أيضا يرجوها المواطنون إن مثلا هنا في فرنسا في إسبانيا في إيطاليا إن مراكز الإسعاف ربما لن تستطيع أن تستجيب إلى كل ما يمكن أن تسببه موجات الحر إذن المشكلة أيضا تعنى بها الدول الأوروبية وتتعلق بالدول الأوروبية فكيف بالحر الدول النامية في شمال أفريقيا في دول المغرب وفي دول الشرق الأوسط التي ربما ليس عندها الجهوزية الكافية أو ربما المواطنون ليس عندهم ترشيد في هذه المجالات يتطلب الأمر الآن إرادة سياسية ولكن ترجم على الأرض جعل المواطنين مدركين جعلهم يعلمون كيف التعامل مع موجات الحر كيف التكيف كيف حماية المدن كيف ربما خلق من الآن وصاعدا مساحات نباتية تبرد الأجواء هذا لا يمكن أن يحصل بين ليلة وضحاها لا يمكن أن نبكى نستجيب للأمر بدل من استباك المشكلة يجب استباك المشكلة والاستعداد لها أمم المتحدة لأثار تغير المناخ والكوارث الطبيعية شكرا جزيلا لك